تلقى صاحب السمو الملكي العمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمناسبة منح سموه جائزة القيادة من قبل منظمة سي ثري الأمريكية وجاء في برقية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن منح سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجائزة يمثل اعترافا دوليا رفيع المستوى بقدرات سموه القيادية في مختلف المجالات وتابع سموه إن الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد رئيس الوزراء كانت واضحة للمجتمع الدولي ومثلت اعترافا دوليا رفيعا وبارزا من قبل المنظمة الأمريكية بقدرات سموه في قيادة فريق البحرين للتصدي لفيروس كورونا والتي حققت نجاحا مشهودا وتقديرا دوليا عاليا بالإضافة إلى تأكيد دور سموه في تنمية وتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات وتنفيذ الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في بث روح التسامح والتعايش والأمن والسلام في العالم وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود التي يبذلها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق النهضة الشاملة لمملكة البحرين في مختلف المجالات وإعلاء شأن المملكة على كافة الأصعدة